اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة اليوم سوف نتحدث عن معلومات عن دواء كونجستال للبرد وأهم التحذيرات تعد أقراص كونجستال من أفضل الأدوية وأشهرها التي يتم استخدامها في معالجة نزلات البرد والإنفلونزا بفضل احتوائها على البرسيتامول وهو السبب في تأثير الدواء المسكن والمعالج للحمى الكلورفينرامين مليات وهي المادة المضادة للهستامين في العقار السودو إفادران وهي المسؤولة عن معالجة احتقان الأنف من خلال قبض الأوعية الدموية ومن المواد الفعالة الأخرى الداخلة في تركيبه ثاني أكسيد السيليكون الدكستروميتورفان سترات الماغنيسيام وهو يعتبر من الأدوية المضادة لإفراز الهستامين في الجسم مما يساعد في القضاء على احتقان الأنف وخفض درجة حرارة الجسم كما أن له قدرة على تجفيف السوائل المتراكمة في الأنف لذلك يعالج مشاكل الرشح يتوفر على هيئة أقراص وشراب للأطفال دواع استعمال دواء كونجستال معالجة درجة الحرارة المرتفعة الناتجة عن الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية التخفيف من شدة الرشح والعطس معالجة رغبة في حق العينين تهدئة أمراض الجهاز التنفسي ومعالجة نزلات البرد الشديدة معالجة الزكام والتهابات الجيوب الأنفية والألام الناتجة عنها كما يستعمل في تسكين الألم المرافق لنزلات البرد لكن من الضروري الرجوع إلى الطبيب لتحديد الجرعة اليومية المناسبة لكل مريض حسب حالته وعمره يمنع استعمال الدواء أثناء الرضاعة الطبيعية وذلك لأن المادة الفعالة الداخلة في تركيب الدواء تفرز في لبن الأم ومن المفضل عدم استخدامه خلال فترة الحمل لأن مادة الكلورفن رومين الداخلة في تركيبه ليست آمنة على الأجنة كما يحضر استخدامه من قبل المصابون بالسكر لأن مادة السودو إفادرين الداخلة في تركيبه تزيد من نسبة السكر في الدم لا يفضل استخدامه للمرضى الذين يعانون من عدم استقرار ضغط الدم فمادة السودو إفادرين تقبض الأوعية الدموية وبالتالي تؤدي لارتفاع ضغط الدم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسووا اللايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضاً تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام، فيسبوك وتويتر